شكرا عبدالله وفقا للمعطيات الموجودة الآن على الساحة من دعوات جبهة 30 يونيو حركة تمرد جميع قوى الثورية جبهة الإنقاذ بنزول جميع الشعب المصري لكافة المدينة للاستكمال استحقاقات ما سمية بثورة 30 يونيو على الجانب الآخر نزول تيارات الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين مدعمة زي ما حكت فضلت وقلت بضغط أمريكي شديد اللي هو أصلا عليه ضغط من الحزب الجمهوري أو من الجمهورين في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المعطيات بالمشهد اللي احنا شايفينه حضرتك دلوقتي على الشاشة لقطات حية من سيدي جابر في أسكندرية إلى أين ممكن تصل مصر بعد كل هذه المعطيات؟ مصر إن شاء الله سوف تصل إلى تحقيق أهدافها وتحقيق ما يربو إليه الشعب المصري وثق أن في النهاية سينتصر الشعب المصري إذا كان هناك فصيل من أبنائه وأنا ما زلت مصر أن أقول من أبنائه وإن كانوا هم لا يروا ذلك ويروا أنهم جزء من تنظيم دولي إلى أني ما زلت مصر أنهم جزء من أبناء هذا الوطن لابد أن يعودوا إلى الصف الوطني الإشكالية الحقيقية زي ما تحدثت بتشوف في المشاهد أنهم أصبحوا مش في مواجهة الجيش المصري ولا مواجهة الشرطة حضرتك شايف أنهم أصبحوا في مواجهة الشعب المصري والدليل على كده أن يتعرض لهم الشعب المصري في كثير من المواقف لما يشوفهم بيخرجوا عن المألوف أنا قادر أقول لحضرتك بأريحية شديدة جدا أن الشعب المصري رهن على الجيش وآن الأوان أن يراهن الجيش المصري على الشعب المصري أن كلنا سواء كان الشعب بجميع مؤسساته هيقف صفا وحدا حتى يعود هذا الفصيل إلى الصف الوطني أنا بقول لهم لجماعة الإخوان ولمن يسندهم هذه ليست نهاية المطاف تستطيعوا أن تصحيحوا أخطأكم وتعودوا مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي بعد تصحيح الأخطاء لكن أنك أنت تحاول تفرض فرضا على إرادة الجماهير التي نزلت الشارع والتي كانت بالملايين والتي شاهدت بها العالم لدرجة أن كانت تقول ما يقرب من 33 مليون وأقل الإحصاءات قالت 17 مليون فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فرض الأمر الواقع بالعنف المصالحة الوطنية فتحين درعاتنا للجميع إلى أني أنتم اللي هترفضوا المصالحة بإحداث العنف والمزيد من الدماء في الشارع المصر دكتور عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد شكرا جزيلا لحاجة شرفتنا ونورتانا شكرا لحظة شكرا لحظة